أحيانا البلاء يأتي بسبب كلمة قلتها وأحيانا يأتي البلاء بسبب فعلة فعلتها فأحيانا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح أنه عاد رجلا عاد رجلا مريضا فكان كالفرخ أصبح كالفرخ يعني من الضعف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا دعوت الله ماذا تقول قال قلت أقول اللهم إن كنت معذيبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه هل لا قلت اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيني عذاب النار يعني هل هذا الدعاء تقوله اللهم إن كنت معذيبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا فعجله له فالبلاء موكل بالمنطق